جريمة حرب ضد الإنسانية هكذا وصف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان حادثة قصف ميليشي الحوثي مستشفى الأمل لعلاج الأورام السرطانية نافذة الأمل الوحيدة لمرضى السرطان في المدينة المحاصرة المرضى الذين حضروا لأخذ جرعة حياة ضد سرطان فتك بأجسادهم فتفاجأوا بسرطان السلالة الذي فتك بجسد البلاد يحاولوا خطف أرواحهم عبر قدائف الموت وبشكل مباشر وممنهج استهدفت ميليشي الحوثي الإنقلابية المتمركزة في أطراف المدينة مركز الأمل لعلاج مرضى السرطان ما تسبب في إصابة اثنين من العاملين بحسب مصادر في المستشفى إضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بالمبنى أما المرضى فأصيبوا بحالة من الدعر والخوف إذ لم يكنوا يتوقعون ربما أن تصل وحشية الميليشيا إلى استهداف هذه الشريحة الذي يعتصرها الموت كل لحظة بسبب بداء قاتل السلطة المحلية في محافظة تاعز من جهتها أدانة الحادثة وطالبت بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإدانة جرائم الحوثيين المستمرة على مدينة تاعز وسكانها للعام السادس على التوالي مطالبة بصفة خاصة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الوقوف بجدية أمام جرائم الحرب الحوثية التي تتزايد يوما بعد آخر لم يكن مستشفى الأمل وحده هدفا للقصف الحوثي فقد طال القصف أيضا أحياء مدنية وعددا من المستشفيات من المستشفى السويدي للأطفال وهيئة مستشفى الثورة العامة في حين رصدت مصادر طبية سقوط عدد من قذائف المدفعية الحوثية في محيط المستشفى الجمهوري ما تسبب في إصابة أحد المدنيين بجروح استهداف المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية ومنازل المواطنين من قبل الحوثيين في تعز ومأرب وغيرها من المحافظات تلقى إلى جرائم حرب بحسب القانون الدولي لكن الميليشيا الحوثية كما يبدو تواصل جرائمها بحق اليمنيين معتمدة على كونها الميليشيا المدللة دوليا ترجمة نانسي قنقر